بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات المرحلة الثانوية العامة مرحبا الله بصف الثالث الثانوي اشتركوا في القناة مستمرين مع كتر مواصع مشين الرباشين الوحدة السادسة الدرس الثالث والرابع نهاردة ان شاء الله هنستكمل جزء القواعد اللي جاي في هذه الوحدة الوحدة كلها بتتكلم شباب في فكرة كوزا ديف هاف ان دي جيت واستخداماتها اللي ركزنا عليها وكان لها حق دي فكرة البناء المجهول مع كوزا ديف هاف او جيت ودي اللي بيقولوا عليها او اللي بتوضح جدا فكرة الاستخدام السببي لهذه القاعدة زي لكم للقدامي لما يقول لك هي حصلت على الستائر بتاعتها شي مفعول بيه غير حقيقي جوت هو الفعل بتاعها تمام وقدي دا كيرتنز كده فضل ليه فضل لي تصريف تالت عشان ادي البناء المجهول في كوزا ديف جيت زيها تبقى هاف بنفس الفكرة مفعول بيه غير حقيقي وبعد كده الفعل وبعد كده المفعول الحقيقي ماشي والتصريف التالت فعل الاصلي في الجملة الفعل الاصلي في الجملة هو الفعل كلين وهو الفعل الذي يتأثر به المفعول الحقيقي هو الستائر هي حصلت على ستائرها تم تنظفها بالامس تمام دي فكرة اللي هي السببية بمعنى ان من يجلس في اول الجملة ليس هو من تسبب فيه القيام بالفعل او حدوث الفعل بنفس الكلام لو كانت هنا موجودة هاد. بنفس الفكرة ودي كده فكرة البناء اللي مجهود. تمام? يبقى المفعول بي وبقى المفعول بي ان هو غير حقيقة وبعد كده وكان ده مكان ماشي. وبعد كده هو المفعول بالحقيقة وجملة بتاعتك ايه? بدك تمام. تمام كده? ماشي. في بقى الفكرة التانية. ايه يا الفكرة التانية. الفكرة التانية اللي هي فكرة اه فاعل جعل مفعولة يقوم بفعل اه اخر. دي بقى لما نوصلنا نحكي فيها. شوف بقى هنا بقى الجملة دي جاية اللي في جملة رقم اتنين جاية في فكة ايه? البناء اللي مجهود برضو. اي الهاف ماي بوك كيس. انا سوف احصل على القزانة بتاعتك كده بتاعتي ماشي. فضل ايه بقى التصريف التالت. اللي عدت كانت في المواد البسيط بدليل يسر دي. اللي قدامي دي في رقم اتنين في المستقبل البسيط بدليل نيكست ويك. فهينا في بناء المجهول. هدي المفعول بيغير الحقيقي له هالضمير اي. والهاف تديني زمن. طبعا زمن ده جابته منين? جابته انا احنا قلنا بياخد زمن ايه? هو اللي بياخد شكل زمن الجملة. طب ايه انا بقولك اني او هم بديل في في صياغة المبنى للمجهول. هم البديل بتاعها. تمام كده? طيب موجودة المفعول بيغير الحقيقي وموجود الزمن في ويلهاف وموجود المفعول بيه الحقيقي. فضل ايه كده? فضل التصريف التالت. يبقى الجملة واحد جملة اثنين من التالي بيقدامك بيشرحوا لك فكرة البناء المجهول مع كوزة ديف جيت في الجملة اللولانية وكوزة ديف هاف في الجملة التانية. وبيأكدوا لك ان من يجز فاعل الجملة ليس هو فاعل الجملة. لأ. ده مفعول غير حقيقي لان المفعول الحقيقي هو من تأثر بالفعل. الستائر هي اللي تأثرت بفعل التنظيف. الخزنة بتاعة الكتب هي اللي تأثرت بفعل توصيلها لي صاحبها للشخص ده. تمام كده? ودي الفكرة بتاعة كوزة ديف هافة او كوزة ديف جيت اللي هم بيسموها هافة السببية او جيت السببية. واحنا خلاص شرحناها واستفدنا فيها. تمام? الفكرة التانية لما تيجع عليها جمل هنتناولها ونقول لك فكرتها جاد الزي. اللي هي زي ما قلنا. مفعول جعل فاعل يقوم بفاعل معين. نشوف طبعا لو كان مع هافة واحدة من اخوتها هنلاقي الفعل يأتي في شكل المصدر بدون تو. والعكس مع جيت واخوتها المصدر يجب ان يأتي مسبوقا بيتو. اجبنا تدول فيها ونحن جاء فرق بعدها اوار بروجيكت ضن البناء المجهول واضح. لاست نايت تدي نماضي بسيط. سو ناوي كان لعكس. يبه هم حصلوا على المشروع بتاعهم ايه? تمت تأديته. تمام كده? طيب. جيت اجيبها ازاي مضارع والجملة فيها اشارة للماضي. او ممكن. بس اصبر شوية. لو جاي في شكل المصدر ما جاي في شكل المصدر. روح لمن? هروح لجوت اللي تديني ماضي. يبقى وي مفعول به غير حقيقي. ودي جوت هاي? تديني الزمن اللي هو الماضي البسيط. هو المفعول به الحقيقي. ودي فعل الاداء اللي هو ايه? الفعل الاصل الذي تأثر به المفعول بالحقيق له هو البروجيكت. كده احنا استفضنا او في الحكاية بتاعته الكوزدف هافو جيت في فكرة البناء المجهول. اعتقد انها كده واضحا. اللي هم المديرين اللي عندهم قسوة. يوجوى لعادة ايه بقى? لس وارك دون. القليل من العمل يتم تأديته. نقول ايه بقى? طبعا هنا هو البناء المجهول واضح. البناء المجهول واضح. لان اللي هيقوم بالعمل مش المديرين. ده ايه? ده الاشخاص اخي اللي هم العماء. طب نقول بريفنت يمنع ولا لاو يسمح ولا جيت يحصل على ولا ليت يدع جيت. المديرين اللي عندهم قسوة دايما ما بيحصلوا على اداء من العمل لقد طبعا الجمل دي جاي من 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 لونجمان. فرق بعدها مستمر. في فكرة البناء المجهول. انا رحت لطبيب الاسنان هنا مقصود بها العيادة تحديدا. لما في ابو صرف اس تديني ملكهنة مقصود بها المكان العيادة. انا زهبت على العيادة الطبي اللي باستنى ليه? علشان احصل على سنتي تم فحصها. طب نقولها اللي هو يسمح ولا ليت يدع ولا بريفير يعده جاهز ولا هاف. هاف. تمام? هنا في ابناء المجهول برد. تمام? اللي بعدها دب باص جات دايما بويز. حلو خالص. كده بقى تعال نروح للفكرة التانية. اللي هي فكرة فاعل اللي هو ده باص. جعل بالفعل جت او حد من اخواتها او الفعل هاف وحد من اخواته. طبعا ما جيت موجودة يا بانت كده طبعا جعلها مفعول اللي هو تمام? هجيب كده المصدر وكمل جملة الاخرة الليت. ما قدرش اجيب ولا اجيب مصدر بدون طو ولا اجيب فعل مصرف. رجع لتاني اللي بناء المجهول. انا حصلت على شعر ايه? تصريف تالت. قبل حفل زي فهم. فيها ابناء المجهول جملة. يبقى انت عايز تصريف تالت. ما قدرش اجيب مصرف زي في المدارة البسيط. انا عايز ايه? تصريف تالت. ما قدرش اجيب جرنت. ما قدرش اجيبته مع مصدر. انا عايز تصريف تالت. الفعل قط نفعل الشلزة. مصدر قط متصرفة ماضي. قط تصريف تالت. والدتي جعلتني هنا هاز. فوقنا من شوية بنكلم في الجملة رقم كام رقم ستة كنا بنقول ايه? امي جعلتني انا كده المفعول بي. فاضل بفاعل جعل مفعول. كده انت عايز ايه? كده انت عايز المصدر بدون تو. مع هاذ او هاز او ميك او ميت او اه يعني ايه حد من اقراته. ده شوبينج افري ويك. طبعا الجملة هنا هو تدل على المضارع. فاستخدمنا لها دون في المصدر بدون اي تعقيدات. فيش تصريف تالت. ما ينفعش اجيبته قبل المصدر لان انا معايا هاز. ما ينفعش ايه هاد مع تصريف تالت الجملة هنا هو مفيش فيها بناء المجهول ولا اي حاجة ولا ماضي تام ولا اي حاجة خطس. دينا وفراغ بعدها لاست ويك. ماشي دينا الاسبوع الماضي. ايه اللي حصل بقى? جتس غلط. اول غلطة. لاست ويك ماضي بقى جتس خلاص واحد. مع السلامة. تمام كده? هاز مع السلامة. ها? نصبر عليها. لا. لو قلنا كنا هنقول لديكوريته عشان ما في يا ابناء المجهول. اروح لدي. هاد هار هاوس ديكوريته حصلت على منزلها مزار كاش. انت عملت له ديكورات يعني. الهاد هنا هو تدين الماضي. ريحت الدين معها حكاية الجملة في يا ابناء المجهول ايب انت محتاج تصف تالت مع المفعول بحق اللي هو الهاوس. نتحرك بالشاشر نروح لجملة الجديدة. طبعا هو كل جملة جيبها شباب بيقول لك الجملة دي جملة رقم عشر بيقول لك فيها علي جوت هاس كريدت كارد. حلو خالص. بس شخص دي حصل على بتاعه. فضل لي? فضل لي تصف تالت عشان بيجملة فيها بناء المجهول اللي بتشينجيك. ما ادرش يجيب مصدر. ما ادرش يجيب طول مع مصدر ولا جانت. انا عايز تصف تالت الجملة فيها بناء للمجهول. وات دير انتظر هناك اند ايل وانا سوف ايه ساموان تو هيلب طول مصدر. يبقى انت انا عايز فعل. من الافعال يا اما هاو ايه حد من اقواتها يا اما جيتو حد من اقواتها. بس هنا في طول مصدر. يبقى مصدر هاف وحد من اقواتها ما ينفعش. يبقى لهاف ولا ميك ينفعه. عايز انت مين كده? عايز ايه? جيتو حد من اقواتها. طيب. يبقى كده احنا خلصنا من هاف وخلصنا من مين? خلصنا من ميك. فاضل جيت. ولت. لت تنفع? لت برضو من الافعال اللي ما بتاخدش بعدها في المصدر. آآ قبل المصدر. يجي المصدر معاها بدون طول. نرجع لجيت اجابة واحدة صحيحة. بعد ما شفت الدكتور عمر ماشي. عملت ايه عمي? غلط. ليه? كانت محتاجها تصريف تالت عشان جملة فيها ابناء للمجهول. تمام? واضح المواد البسيط ده اني افطر تحقق في المواد التام في جزء ولا لين? طيب. يبقى الاول حاجة. نشطه ديها اللي هي المصدر. انا عايز تصريف تالت. نشطه بالجيرانت. انا عايز تصريف تالت. هالانتهات ده ماضي تام اتنين ماضي تام في جملة واحدة? لا. طيب. تمام كده تلحقق. المنقل المجهول في زمن الماضي البسيط ايجابة واحدة صحيحة. طبعا هنا الخطأ في جزء ايه? في جزء ايه? في جزء ايه انه جاب لك ماضي تام اتنين ماضي تام في جملة واحدة ما ينفعش. نتحرك مع الشاشة اللي قدامي. ونوصل لي عنوان جديد سبيشال كيسيس حالات خاصة. اول جملة في الحياة الخاصة. واخدر رغم تلتاشر بتسلسل الجمل. فاعل جعل مفعول. تقول مصدر عشان ايه? عشان طيب. انا جعلته غير رأيه. انا خليته غير رأيه يعني بالترجمة السهلة. ده معنى ان انا ايه بقى? انت كده اجبرته? ولا سمحت له? ولا اقنعته? ولا تتمنى? لأ. انت انت كده اقنعته انه هو يغير رأيه. في الجملة رقم اربعتاشر عادل في رأيه بعدها. وفلسطوب كده الجملة دي خلصة. هي مادة همسلفة عمل ده بنفسه. يعني ايه? يعني ما جابش حد يعمل له الشيء ده. ده هو عمله بنفسه. طب انت عايز بقى ايه? دي مضارع. واليوم لا ماضي ماد. طيب. اه منطقية بس تصبر شوية. هزي حصل على العشاء بتاعه مطهو? يعني حد عمله له? لا. طبعا هنا في المضارع ايه? في المضارع هنا هو مضارع بسيط. بناء المجهول. هنا هزي دينار ماضي بسيط ما بناء المجهول. الجملة فيش فيها بناء المجهول اساسا. يبقى نقول ايه? قام بطه يضعامه بنفسه. طبعا طعام العشاء. والدليل هو. احيانا صديقي فرق بعدها. خلي بالك ان المصدر هنا جاي بدون تو. طب نقول ولا 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 هنا. هنا هو معناه انه بيسمح له بيدي له الازن. وليت مش محتاجها توقع قبل المصدر. لكن قال له محتاج ها توقع قبل المصدر مع الوضع في الاعتبار المعنى مش هينفع. يعني حتى لو كان جاي بتون هو ما كانتش هتنفع برضه. ليه? لان صديقه بيسمح له. مش بيجعله او بيحصل عليه. لا ده بيسمح له. يا عم انا عايز استخدم المرعبية. تفضل. يبقى انت كدد تو ازم. تمام? او مش هتنفع. انا عايز ايه? انا عايز لاني مش محتاجة مع المصدر. احنا محتاجين. كمل اه. الجملة فيها بناء المجهول مع الفعل نيد. شايفها? في المدارع ايه. خلاص كده? طيب. نقول ميك نجعل? ولا هاب نحصل على? ولا ليت نسمح? ولا اللي هو يسمح زي ها? هاب. احنا محتاجين نحصل على الكمبيوتر بتاعنا تم فحصه من ايه? علشان الفيروسات. الحركة شوية بس. عشان لو حد بيهتم برقم الصفحة. ولكن الحكاية اللي مش قوتة لو ما انت ماشي معنا بتتتيب. حل الجمل الصفحة معك مش فرق اوي. زمزم وفرق بعدها. تمام? زمزم كزا ما لبسها مخسولة. هي بتخسل ودومها بنفسها. جميل جدا. طيب نقول هازنت ولا دازنت هاف ولا هادنت ولا هاد نيفر طيب. احنا الاول محتاجين نحدد زمن الجملة. الجملة بيقول فيها يعني مدارع بسيط. يعني انت عايز اخترار العلاقة بالمدارع. يبقى خلصنا من هادنت وخلصنا من هاد نيفر. تعال اختار ما بين هازنت وما بين دازنت هاف. الفعل القصي في الجملة هنا ايه? الفعل القصي في الجملة هو هاف. علشان تنفيه. يتنفيه بدونت هاف حسب الفاعل. طب امتى استخدم هازنت منفية زي ما انا شايف كده? لما تكون هي فعل مساعدة. لكن هي مش فعل مساعدة زي اللي ازبنا المدارع التاع? هازنت كزا مسلا. تمام كده? لكن الجملة هنا هو مدارع بسيط. فاخد مع هاف. علشان زمزم تسوي شيء في الضمار. تمام كده? طيب الجملة بعدها. وزعل احنا كنا زعلين من الشخص ده. هي هاد وفرق بعدها ايه الجملة دي? بيقول لك هو جعل منا. جعل منا. مصدر دحك من ايه? من كل زميلنا. خلاص يبا انت كده عايز ان هو مفعول بي. ماشي. الضمير المنعكس لا يأتي مفعول بي. وي ضمير فاعل. تمام? طيب. دي ملكية. فاضل ايه? اص. جعلنا مصدر دي تحكي ايه? من الاخرية. فرق في تسعتاشر يور ميل بريبرد بيفور يو وينت هوم. الوجبة بتاعتك معدة ومجهزة. جبل ما تذهب للمنزل ودعنا متستفهام. طيب. بيفور جاي وراها ماضي بسيط. كده انا محتاج في الطرف الاولاني من جملة اجيب ماضي تام. هاديو غير مكتملة محتاج تصريف تالت للفعل الاصلي مش موجود. هاديو هات الديني مدارع تام. هاديو هات هي بس سوزبر شوية. ديو هاف مدارع بسيط. هاخد مين? هاديو هات. هاديو هات الديني الماضي التام. في طرف الجملة اولاني ودي بيفور ودي الماضي البسيط. كده جملة ايجابتها منطقية. وصلنا جزء التالت من التدبيب بتاعتنا. عايزين نتأكد من الفهم بتاعك للقاعدة بتاعي. بيقول فيكم العشرين. انا دفعت في الوسلي نجار عشان ييجي صليح للباب. عايز من الاربع جمل دولار اللي تدي نفس المعنى. انا جعلت النجار يدفع لتصريح الباب. ده انت اللي دفعت. يبا دي غلق. ايجو تا كاربينتر فيكسد غلق. ليه? ايجو تا كاربينتر تو فيكس. كانت تتبقى معجولة. لكن فيكسد يبلها تصريف انت. لا ما فروض طول مصدر. غلط دي. اي هادة كاربينتر فيكسد نفس المشكلة. هاد مفيش مشكلة مش هنزعل منها هاد لكن هنزعل من فيكسد اللي ما فروض تبقى مصدر بدون تو. ده هروح الاخيرة. ايجو تا كاربينتر تو فيكس دا دور. اه هي الوحيدة الصحيحة. ليه? لاني ايجو تا كاربينتر كأنها اي بي دا كاربينتر. ودي تو فيكس هي. ودي زادور. خلص. يبقى الجملة كده دي. الاجابة دي هي معنى الجملة في عشري. حرك الشاشة لان الجملة ضويلة اختياراتها عشان ما تشتتش هنا. ايهاد ماي لانش كوكد. انا حصلت على الغدى بتاعي مطهو. يعني ده معنى حد غير يطبخه لي. تمام كنا? ماشي. شوف بقى اي كوكد ماي لانش انا اللي طبخت? لا. سامون كوكد ماي لانش فور مي. حد طبخ للغداء ماشي بالسوزبر. اي كوكد ماي لانش فور سامون انا طبخت غدايا لحد تاني. لا طبخت غدايا لنفسي. مش لحد تاني. خلص. اي جوت ماي لانش كوكينج. طب ما فرضي بديها تصريف تات عشان بقى الجملة فيها بالنها المجهول. لكن هنا خطأ طبعا. هرجع لي سامون كوكد ماي لانش فور مي. شخص ما قام بطهي الغدى بتاعي لي. هيو دي الاجابة الصحيح. اتنين وعشرين. انا جعلت اخي يقوم بالتسوق. يعني مش انت اللي رحت تسوقت. انت جعلت اخوك يعمل ده. هاتلي الجملة اللي تدي نفس المعنى. انا جعلت اخي يقوم بالشوبينج ماشي. موجودة و ادي تمام. اي جوت ماي برادر تو جو ما هي هي نفس الحكاية. برضو تنفع. ادي جوتة هي و ادي تقول مصدر طيب. اي هات ده شوبينج دون باي ماي برادر هنا بنها للمجهول. انا حصلت على الشوبينج بتاعي تم التأدية بخلال اخويا. ماشي زيل فول. طب ما كده كلهم ينفعوا. خلاص روح الاجابة الاخيرة. اللي بتقول لك اي بي ان سي ار كوريكت انسرز يبقى اخد الاجابة دي هي الاجابة الصحيح. لان كلهم صح. اي العادة بتاعتي انها ما بخليش حد ينضف للحجرة بتاعتي. ايبا ده معناه ايه? انا انظف حجراتي بنفسي. ايه با? كم من اه? انا بحصل على حجراتي منظفة? لا. انا بنضف الاقوضة بتاعتي اه ماشي هي دي. بناء المجهول زيها زي وده معناه ان حد غيرك ولي بننضفة? لا. انت بتخلي الاقوضة تنضف تبتنضف ايه? لا طبعا. لكن ايجابة دقيقة وهي الوحيدة الصحيحة اللي تؤدي نفس المعنى. انا حركة الشاشة عشان نروح جملة رقم اربع عشرين بتقول سماء هات. السماء جعلت. شخص تاني يسجيلها الزهور بتاعتها. هات نفس المعنى. سماء دينت ووتر دا فلاورز طبعا الجملة هنا هو فيها ماضي. هاد هي الدل على الماضي. سماء لم تقوم بريء الزهور بنفسها. اه هي دي بس اصبر. سماء هاتن دا فلاورز ووتر بناء المجهول? لا. سماء وكمان هنا هو بيقولك لم تحصل على الزهور مروية الجملة فيها بفيش فيها من المجهول. بيقولك سماء جعلت. تمام شخص ما يقوم بعملية سقي الورود. مفيش بناء المجهول هنا. سماء دينت جد دا فلاورز ووتر سماء لم تحصل على الزهور مسجية؟ لا بالعكس. تمام؟ طيب. سماء دينت جد دا فلاورز طوووتر سماء لم تحصل على الزهور انها تيتم رويها لا بالعكس. ده هي الزهور رويت بس بحد تاني. تمام? يبقى مش هي اللي رويت الزهور بنفسها. ده المعنى اللي انا عايزه. سماء دينت ووتر دا. دا دا معنى اللي انا بدور عليه للجمل. حركة الشاشة مرة كمان عشان تبقى الجملة خمسة وعشرين ظهر معنا الطريقة افضل. انا كتبت التقرير لعمر بعد ان اخبرني بذلك. يعني هو الاول جلو يا عم اكتب التقرير وراح هو كتبهولو. تمام? يبقى كتبت التقرير هي الماضي البسيط والطلب بالاداء او الامر بالاداء هو الماضي ايه? البعيد يعني الماضي التام. ماشي. ده معناه ان عمر كده كده بالتقرير. ايه يا عمي مين فيهم? ميد اي ميد الجملة كده هو جعله انت عايز وراها مفعول بي بل اي ما تنفعش اللي يزم تكون ايه? تكون تكون مفعول مي. يعني مي هاد مي اه ممكن مستوصبع. برضو ما تنفعش السبب اللي هو انا عايز بعديهم مفعول. يبقى هاد مي هي ايه? الوحيدة الصحيحة. عمر جعلني اقوم بكتابة ايه? التقرير. ست عشر بولاك فيها ده سؤال موجه من الضمير اي. انا قلت اي ست. يعني انا اللي قلت الجملة دي اللي هي في شكل سؤال. ده انا عايز اقول لي السؤال ده هو هو بس الطريقة تانية. بطريقة تانية. هل انت طلبت من حد ان يقوم بمساعدتك? ماشي الفعلة في المصدر عشان اجيب فعل جديد مع لازم يكون فيه تون المصدر. خلاص? ركز في الحتة دي. ركز في انك انت لما تعيد صياغة السؤال ده هو ويجيب له بديل يقدي نفس معنى لازم يكون الجرامر بتاعه ده اطير. يعني يا مستر بص يا سيدي. ليه لاني ميك احنا وقدينها اخت هاف. ما ينفعش اجيب معها تو قبل المصدر في الفعلات الجديد. يبقى ادي الغلطة بتاعتها. هاد هي اخت مين? اخت هاف. ماشي? خليتلي مشكلة الماضي بتاع دد. الغلطة لسه قاعدها فهل. مفروض ما تبقاش متصرفة. مفروض تبقى جاية في شكل ايه? مصدر بدون تو. الغلطة هنا هوا في انها متصرفة. نشوف سي. ده دقيقة دي. دي تمام زي الفل. ليه بقى مستز زي الفل? بص يا سيدي. ده ده هي موجودة. ودي هاف. والفعل في المصدر بدون تو. خلاص. يبقى كده الصياغة الوحيدة الدقيقة فيهم هي مين? هي في الحرف سي اللي تدي نفس المعنى والمجلول بتاع الجملة الاصلية. ديت هنا هي هي. هل بدون تو? علشان مين? علشان هاف. طبعا ايه وبيه خلاص دي. خلاص برا. الجملة الاخيرة. جعلت لين تقوم باعداد الصفرة وتجهزة للغدا. عايزين الجمل اللي تؤدي نفس المعنى او الجملة. يعني ممكن تكون جملة واحدة او ممكن ايه اكتر مراحدة. تعال نشوف. الاولانية. جابها مبنية المجهول دقيقة. يبقى ماما خصلت على السفرة. تمام? معدة ليل غدا عن طريق لين. بناء المجهول كده جمناه صح. طيب. خلي بالك. ان هاد ما يجيش معها تو. مع المصدر يعني. يجي المصدر فيها بدون تو. يبقى كده هو الجملة في الحرف بيه جملة غلق. فاحنا نشطبها. طيب. مام هاد لين سيتنج ذا تيبول فور جيراند. اه ماشي. ودي هي من الصياغات اللي برضو تنفع. ان انا ممكن اجيب بديل للمصدر بدون تو. ان انا. تمام? ان انا اجيبه ايه? اجيبه في شكل الجراند. عادي جدا. يعني هنا هو الجملة في الحرف سيتنفع. طيب ما كده مصدر انت خططت كتير قوي. كده هو الجملة ايه تنفع? والجملة سيتنفع. هروح اقول لك الجملة الاخيرة هي اللي نقودها اجابة صحيحة. وعلشان مشغلش عينك. انا هشطب لك الحاجات اللي احنا كنا حطينها كدليل. ماشي في الجملة ايه و سي عشان تبعينك واخد بالك. واخد بالها من الجملة اللي خدناها اجابة. اللي هي الجملة الاخيرة اللي بتقول لك ان ايه و سي عجابتين صحيحة تن. وورد لك اللي انا اشطبت عليها اللي احنا اثبتنا خطأ. كده يبقى الاجابة ايه? والاجابة سي اجابات صحيحة. فاخدنا اخر حاجة. الاجابة دي اللي جايبها لك الحرفين مع بعض بتقول لك ان ايه و ان ايه و سي عجابتين صحيحة دين. كده شو رجل انتهب. تدريب القواعد للدرس الثالث والرابع من الوحدة السادسة لكن تردبتنا مع كلامة انتهى بعد ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الانجازية بسفرس عزة السلام عليكم ودركاته.